اهلا بكم فرض مجلس الامن التابع للامم المتحدة حضر الاسلحة على ميليشيات الحوث الارهابية في جلسة خاصة عقدت مساء اليوم وصوت اعضاء مجلس الامن الدولي بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الامارات لفرض حضر اسلحة على ميليشيات الحوث الارهابية وبهذا يوسع قرار مجلس الامن حضر الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة على عدد من قادة ميليشيات الحوث ليشمل الجماعة باكملها اعلن التحالف العربي عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوث في حجة خلال الساعة الاربع والعشرين الماضية وأوضح التحالف أن هذه الاستهدافات أسفرت عن تدمير تسعة آليات عسكرية وخسائر بشارية في صفوف الميليشيات الحوثية أفشلت وحدات من القوات الجنوبية محاولة تسلل للميليشيات الحوثية باتجاه وادي بلدة مرخزة جنوب قطاع الفاخر شمال الضالع وأوضح مصدر عسكري أن مجموعة من عناصر الميليشيات حاولت تنفيذ عملية تسلل وسط الوادي لكن سرعان ما تم رصدها والتعامل معها بشكل مباشر بالأسلحة المتوسطة لتجد العناصر المتسللة نفسها محاصرة وسط النيران ما أجبرها على التراجع والفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح شدد المجلس الانتقال الجنوبي دعمه ومساندته للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية في العاصمة عدن وشدد المجلس الانتقالي في اجتماعه الدوري على ضرورة تحمل حكومة المنصفة وقيادة البنك المركزي مسؤولياتهما في تأمين المشتقات النفطية ووقف تدهور العملة والارتفاع أسعار المواد الأساسية نهاية الموجز إلى اللقاء